بسم الله الرحمن الرحيم تقييم الأضواء على الدرس 8 إلى 1 صفحة 65 أول سؤال بيقول 1 على 4 زي 3 على 4 هنا المقامات واحدة باخد 4 و 1 المقامات واحدة باخد 4 و 1 واجمع 1 و 3 و 4 4 على 4 تديني 1 صحيح 4 على 4 تديني 1 صحيح هنا 5 على 8 وهنا 7 على 8 وهنا 8 على 8 5 على 8 هنا المقامات كلها 8 هاخد 8 شكلهم يبقى كل المقامات واحد هنا 5 هنا 7 اللي بين الخمسة والسابعة اللي هي 6 يبقى 6 على 8 السؤال اللي بعده بيقول هنا 1 على 6 وهنا 4 على 6 هنا المقامات واحدة باخد الكبير هنا المقامات شكله بعضها هنا 6 وهنا 6 يبقى الكبير الاربعة يبقى 4 على 6 هي الأرور هنا 6 على 7 وهنا 8 على 7 هنا مقامات 7 باخد 7 برضو شكله وهنا 6 وهنا 8 يبقى بين الستة والتمانية السبعة السؤال اللي بعده أكبر كسر وحدة في الكسور أكبر كسر اللي هو المقام الصغير أكبر كسر في الكسور ده اللي هو المقام الصغير اللي هو المص هنا ملون تلاتة وهما ستة وهنا ملون تلاتة وهما ستة يبقى هنا تلاتة على ستة وهنا برضو تلاتة على ستة يبقى العلمة بينهم يساب الجزء المظلل في النموذج الجزء المظلل هنا اتنين وهم كلهم كم هعد بقى كله 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 2 على 8 النموذج الذي يمثل كسر الوحدة عايز نموذج يمثل كسر الوحدة اللي هو الربع هقطع 4 1 2 3 4 وهلون بس 1 ده النموذجون تعمله دايرة السؤال اللي بعده هنا 12 على 9 عايز ال 12 دي هي عدد كسر غير حقيق عايزة كسر حقيق كسر حقيق أعملها 1 صحيح ال 12 ما تقبلش على التسعة هاخد 9 على التسعة 9 على التسعة هتديني 1 صحيح وبقى كام من ال 12 أنا خدت منهم تسعة بقى منهم 3 على التسعة وممكن أبسط 3 على 9 دي كمان أعملها 1 و 3 ليه 1 و 3 هأسم هنا على 3 وهنا على 3 3 على 3 الديني 1 وتسعة 3 الديني 3 هنا 6 على 7 عايزي أسمع الحكتين هنا المقامات 7 سيبها سابتة زي ما هي والستة بقى ممكن تعملها 5 و 1 ممكن تعملها 3 و 3 المهم تجمعهم يديك 6 عددين تجمعهم يديك 6 هنا 1 صحيح و 2 على 7 1 صحيح و 2 على 7 الواحد ده أصله ب 7 على 7 السبع مع الاتنين يعني ممكن تفك الكاسر وممكن ما تفكوش عادي برده لأن ده جمع الواحد ب 7 على 7 يعني الواحد الصحيح ده ممكن أشيله وعملوه 7 على 7 7 و 2 9 والمقامات واحدة باخد واحدة لو عايزي أعملها عدد صحيح وكاسره هتبقى 1 و 2 على 7 هنا الواحد الصحيح ب 5 على 5 أفكو وعملوه 5 على 5 5 نقص 3 2 والمقامات واحدة باخد واحد السؤال اللي بعده سل كل كاسر بما يناسبه فيما يلي هنا المقامات واحدة 8 باخد 8 و 1 احنا نحيله بعد كده نواصل 5 و 2 7 يبقى 7 على 8 طبعا عندي هنا 7 على 8 في الأول هنا 1 صحيح و 2 على 7 نقص 6 على 7 طبعا 2 نقص 6 مينفعش فأنا هستلف من الواحد الواحد اللي هستلفه ده ب7 الواحد اللي أنا هستلفه ب7 يبقى هزود على الاتنين دي 7 زود على الاتنين 7 تبقى 9 يبقى هنا المقامات واحدة 7 ونقص 9 نقص منها 6 يبقى هنا أقولها تاني الواحد الصحيح ب7 الواحد الصحيح بالمقام اللي تحت لو المقام اللي تحت لو المقام اللي تحت 6 يبقى الواحد ب6 لو المقام اللي تحت 7 المقام اللي تحت 8 يبقى هو ب8 يبقى الواحد صحي بالمقام اللي تاحت هنا في الكامل واحد بسبعة حطنا السبعة على الاتنين يبقى سبعة زيادة اتنين تسعة نتسعة عشيل منهم الستة يديني تلاتة سؤال اللي بعده عادت صحيح وكسر ارفع الكسر المقام على الاربعة سابط تلاتة فاربعة باثناشر اتناشر واحد تلاتة عشر هنا اثنين على سبعة وهنا جاب النموذج اللي ملون اثنين وهم قدوم كلهم اتلقوا سبعة يبقى ده النموذج 2 على 7 ارسم النموذج الذي يمثل كسر الواحدة 1 على 8 هنقطع 8 ونلون 1 بس هنقطع 8 ونلون 1 بس لأنه قال لي 1 من 8 ارسم النموذج الذي يمثل 2 و2 على 6 2 يعني ده كله متلون يعني ده كلها هنلونها لأن ده كده معناها 1 صحيح اللي هو 6 على 6 ودي كمان 1 صحيح اللي هو 6 على 6 بقى كده هم دول الاتنين 2 صحيح وهلون 2 بقى من الست هلون 2 من الست يبقى الاتنين الصحيح معناها 1 كامل متلون وكمان 1 كامل متلون وهنا من الستة لون 2 بس اللي هو ده وممكن نرسمها برضو زي دي بس هنلون 2 كاملين يعني 1 نقطعها 6 ونلونها كلها ونقطع كمان 6 ونلونها كلها والتالتة نلون منها 2 من الستة اكتب الكسر الذي يمثل النموذج طيب هنعده الاول الملون ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة يبقى هو ملون كام ملون اربعة وهم كلهم كام خمسة يبقى اربعة على خمسة ارسم النموذج الذي يمثل 2 و2 على 3 2 على 3 يعني احنا هنقطع اصلا كله 3 وهنلون 2 كاملين يعني دي 3 كلها تتلون ودي 3 كلها هتتلون يبقى انا كده لونت وحدتين كاملين اللي هو الاتنين وهنا هلون اتنين بس من الثلاث ادي واحد ادي اتنين يبقى كده انا لونت اتنين على 3 واثنين صحيح يعني لونت وحدتين كاملين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته